تجددت الاحتجاجات المناوئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نيتنياهو للأسبوع الثامن والثلاثين على التوالي بسبب اتهامه بالفساد في القدس وقيساريا وفي ميدان بيلفور في القدس احتشد المئات أمام مقر رئيس الوزراء الرسمي حاملين لافتات وشعارات تطالبه بالتنحي والاستقالة وفي قيساريا احتشد العشرات بالقرب من بيت رئيس الوزراء الشخصي احتجاجا على إدارة حكومة نيتنياهو لأزمة كورونا التي خلفت نحو ستة آلاف حالة وفاة وسط شعارات اتهمت نيتنياهو وحكومته بأن قرارات الحد من انتشار كورونا كانت لأغراض سياسية وليست لأهداف صحية هذا ووصل العديد من المحتجين بالاحتشاد في عشرات مفترقات البلاد من الشمال وحتى الجنوب للتنديد باستمرار تولي نيتنياهو الحكم في ظل اتهامه في قضايا فساد